السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في محاضرة النهاردة بعنوان إزاي نستخدم التقارير الزكية أو المقدم من مجموعة إيكوتي عشان نحقق أفضل النتائج التقارير الزكية اللي بتقدمها مجموعة إيكوتي هي تقارير بيتم تقدمها بشكل يومي خلال أيام التداول الإسبوعية تدائم من الاثنين ليوم الجمعة بتساعد المتداولين على اتخاذ قرارات البيع والشراء الشخصية ولكن في التقارير ده منقدم تحليلات فنية مبنية على استراتيجيات هنشحها مع بعض النهاردة تم اختبارها لفترات درمانية طويلة التقارير المفروض أن هي هتساعدك أو بتساعدك أن أنت تاخد قرار البيع والشراء آآ بتساعدك أن هي تقدم لك تحليلات مميزة آآ زي ما بنقول كده سمورت أو آآ تقارير ذكية علشان تاخد قرار البيع والشراء يعني هي أداة تقدر تساعدك أن أنت آآ آآ بتلجأ ليها علشان آآ تساعدك في اتخاذ القرار زي ما قلت أن هي بتقدم تحليلات التقارير زي بتقدم تحليلات فنية تم اختبارها لفترات زمنية طويلة آآ بس التقرير آآ يعني ما يفعش نعتمد عليه بحد ذلك آآ ما يفعش نعتمد عليه آآ على كل المنتجات لازم التقرير هو أداة مساعدة للمتدولين إنهم ياخدوا قرارات آآ البيع والشراء عشان يكونوا الموضوع أسهل ولكن لا يتم اتخاذ أو الاعتماد على التقارير الزكية بشكل آآ واضح أو بشكل آآ يعني منفرد التقارير الزكية أو السمارت ريبورتز زي بتعتمد على آآ آآ تحليلات الفنية آآ برضو بيبقى فيها إدارة مخاطر آآ يعني السيناريوهات اللي بتكون متوقعة بيكون فيها إدارة آآ آآ مراعاة لإدارة المخاطر اللي هنشخ مع بعض النهاردة بيكون فيها استراتيجية تداول كاملة من خلال التحليل الفني من خلال الأحداثة القصدية اللي بتكون مقدمة في بداية التقرير آآ بيتم تقديم أقصى درجات ربح وأقصى مخاطرة آآ للعائد برضو بيتم آآ تقديم السيناريوهين أو اتجاهين آآ آآ اتجاهات بزيلة من خلال التقارير الزكية آآ آآ لعشان نشرح كافة الاحتمالات اللي ممكن ييجي أو يتعرض لها المنتج أو الأدوات المالية المختلفة خلال الفترة الزمنية محددة اللي هو خلال النهارة طريقة العمل آآ آآ ازاي بيستخدم او ازاي بيتم استخراج السمارت ريبول آآ آآ علشان التحليل الفني بالنسبة نجاح الاستراتيجية آآ بتكون من ستين لسبعين في المية في حال الفشل السيناريو الاول هو بيكون مقدم من سيناريوهين السيناريو الاول والسيناريو البديل السيناريو الاول بيكون نسبة نجاحه من ستين لسبعين في المية ولكن لو ما تحققش السيناريو الاول اللي هو يعني نسبة ان هو ما يتحققش تلاتين في المية ستين في المية منها إلى 75% ممكن يتحقق السيناريو الثاني السيناريو المفضل أو السيناريو الأول بمجرد ما يفشل ندخل فيه السيناريو الثاني ويتم تفعيله وإلغاء تماما السيناريو الأول فنرى السيناريو الأول لأنه نسبة نجاحه من 60% ل70% طبقا للفترات الزمنية التي تم اختبار فيها الاستراتيجية لو ما تحققش السيناريو الأول وبدأ تفعيل السيناريو الثاني فهيكون نسبة نجاحه من 60% لـ 75% ما هي الأدوات أو المراكز المالية التي تم تقدمها في التقرير العملات الرئيسية العملات الرئيسية سواء من الزوج اليوري دولار الزوج الاستراليني دولار الزوج الدولار يين فيه زوج النيوزلاندي دولار الاسترالي دولار الدولار الكندي أغلب العملات الرئيسية بيتم شمولها في هذا التقرير بخلاف العملات الرئيسية هناك أيضا الأزواج التقاطعية سواء الاسترلينيين أو اليورو استرليني وهكذا من خلال الأزواج المهمة التي يكون عليها زخم واضح هناك أيضا معايد استمينة مثل الدهب والطضة يكونوا موجودين في السمارت ريبورت أو في التقارير الذكية هناك أيضا العقود الآجلة للنفط سواء النفط خام غرب تيكسس أو خام بريند بالعقود الفورية أو العقود الآجلة في الحالتين بيكونوا موجودين في التقارير طبعا معشرات الأسهم المختلفة سواء معشرات الأسهم الأوروبية معشر الدكس الألماني أو معشرات الأسهم الأمريكية معشر الدوجونس الأمريكي معشر S&P 500 معشر النازدك وبرضو بيكون شامل الأسهم الأمريكية في مواعيد الأسهم الأمريكية طيب ازاي بقى اقرأ السمارت ريبورت او ازاي اقرأ التقارير ازا كده طريقة العمل زي ما احنا شايفين هو بيكون قدامنا ده المنتج او مركز المالي الموجود قدامنا لو بصينا واحدة واحدة كده هنلاقي ان هو مبدئين ما كاتب الاداة المنتج اللي موجود عندي اللي هو الدهب اه اليوم مثلا 16 فبراير اه الدهب اكس اي ايو يو اس دي ده الاختصار بتاعه الاتجاه العام اتجاه هابط الفاصل الزمني بيتم على 60 دقيقة الاتجاه العام بيقول ان هو ده الاتجاه اللي هو يعني الواضح اللي قدامنا بناء على الاستراتيجية التداول وبناء على تحليل كلاسيكي ان الاتجاه العام اتجاه هابط الفاصل الزمني اللي بيتم عليه تطبيق الاستراتيجية بيكون 60 دقيقة اللي هو على الساعة لأن الإستراتيجية يتم على المدى المتوسط عشان يتطلع بشكل يومي فالإطلاق الزمني المستخدم هو على الساعة الساعة الحالي مثلا عند 1835 فالسيناريو الأول وهو السيناريو الأكثر احتمالية نسبة نجاحه من 60% ل70% إنه يتم بيع الذهب من مستويات 1842 مع استهداف مستويات 1822 السيناريو البديل اللي هو السيناريو اللي لو السيناريو الأول فشل أو ما تحققش وبدأ تفعيل السيناريو التاني فهو نسبة نجاحه من 60% ل75% وميتم مشراء الذهب بناء على مستويات 1852 مع استهداف مستويات 1877 التعليق ده الكومنت اللي بيكون موجود اللي هو بداعم لحركة السيناريو الأول إنه هو بيقول إن التداول تحت المقام ومتوسطات المتحركة بيرجح الانخصوات زي ما احنا شايفين قدامنا ده تطبيق على يعني بيكون جاي السيناريو الأول والسيناريو البديل والتفاصيل كلها وتحتها بيكون موجود على التشارت قدامنا زي ما احنا شايفين اتجاه العام اتجاه هابط لأن فيه تراجع من حركة السعر زي المستويات المحورية الهامة اللي تم استخدامها السيناريو الأول والسيناريو البديل مع المؤشرات الفنية اللي عن الشحة دلوقتي إيه هي بقى الأدوات الفنية اللي بيتم استخدامها في التقرير فيه كذا أداة فنية عشان يكون الاستراتيجية التداول الكاملة اللي موجودة قدامي أول حاجة التحليل الفني الكلاسيكي نسب في بوناتشي المتوسطات المتحركة مؤشر الأرون ومؤشر المجزيز تعالوا نعرف واحدة واحدة مع بعض تحليل الفني الكلاسيكي ده تحليل بسيط جدا ده أساس أنه هو بيعتمد على مبادئ التحليل الفني الأساسية أن التارير بيعيد نفسه أن حركة السعر بتحسم كل شيء أن الرسم البياني هو الفيصل فيه تحركات العملات والأزواج والسلع أيا كان المنتج اللي احنا بنتداول عليه هو بيعتمد على الدعم مقاومة خط التجاه فتحليل الفني الكلاسيكي ده استراتيجية التداول سهلة جدا أغلب المتداولين بيتم اللجوء لها وبيستخدموها علشان تساعدهم في اتخاذ القرارات التحليل الكلاسيكي بيعتمد على الحركة السعرية زي ما قلت أن حركة السعر بتحسم كل شيء لأن ده مبدأ مهم من مبادئ التحليل الفني يتكون التحليل الكلاسيكي بنعتمد على القمم على قيعان على قنوات السعرية على الدعوم على المقاومات وبرضو بيتم استخدام نسب فبروناتشي بشكل رئيسي فالتحليل الفني الكلاسيكي ما أعتقدش أن فيه حد بيتداول من خلال التحليل الفني ومبيعتمدش أو حتى بيتم الأخذ في الاعتبار التحليل الفني الكلاسيكي وهنا عندنا في الاستراتيجية بتاعت السمارت ريبورت أو تقارير إزا كي يتم اعتماد فيها جنب من جوانب التقرير بيتم الاعتماد على تحليل الفني الكلاسيكي نسب فبروناتشي مش بس تم اكتشفها علشان الدراسة بحركة السعر هو اكتشفها لليناردو فبروناتشي في دراسات إحصائية ورياضية تم اختبارها لدراسة الأسواق المالية وحركات الأسعار واكتشفنا إن النسب فبروناتشي اللي اعتمد عليها فبروناتشي كانت ممتازة جدا في التأثير على حركة السعر مستويات مهمة جدا مستويات فبروناتشي السعر فعلا بيحترمها وبيحصل فيها ارتدادات واضحة ولو السعر اخترق تلك المستويات فبيكون فيه احتمالات إنه يكمل المستويات اللي بعدها ففبروناتشي أو مستويات فبروناتشي سوى 23 و 18 و 38 و 18 في 61 و 18 50 في المية نسب فبروناتشي أيا كانت هيئف بالأخص 61 و 18 سعر بيحترمها جدا إما بيحصل عندها ارتدادات واضحة بتساعدنا إنه ناخد القرارات يا إما لو حصل لها اختراق أو كسب بيكون واضح إنه هو ممكن احتمالية إن السعر يكمل اتجاهه العام فإحنا عندنا في الاستراتيجية بتاعة السمارت ريبوت أو بتاعة التقارير الزكية بيتم اللجوء لنسب فبروناتشي عشان تساعدنا في اتخاذ القرار طبعا المتوسطات المتحركة متوسطات المتحركة ده مؤشر من المؤشرات الفنية بيتم اللجوء ليه علشان يساعدنا على تتبع حركة السعر فهي مؤشر اتجاهي بيتحرك مع السعر فهو بيتم ضفته على الرسم البياني لو لقينا حركة الشموع اليابانية صعدة هلاقي متوسطات المتحركة بيتتبع حركة الشموع اليابانية وهتلاقي عمال بيرتفع مع حركة السعر فالمتوسطات المتحركة ده مؤشرات فنية بنلجأ ليها لشان خاطر حتى تساعد المتدودين المبتدئين على تتبع حركة السعر بكل سهولة فهي ادوات مساعدة على تحديد الارتجاهات السعرية يمكن متابعتها لتحديد استقاطعات اه احتمالات تغيير يعني ممكن يحصل ارتداد ممكن بيتم استخدمها استخدمات عزيدة جدا ممكن بنستخدمها كارتداد كل ما يحصل ارتداد من السعر المتوسطات المتحركة يكون ده مؤشر على نعكاس حركة السعر سواء بالبيع او بالصعود او بالهبر ممكن مسلا نظيف متوسطين المتحركين كل ما يحصل تقاطعات للمتوسطات المتحركة فده دليل على تجديد عمليات مثلا الشراء او البيع ممكن مسلا نستخدمها كمستويات مقاومة ودعم انه منجرد السعر ان يقصر متوسطات المتحركة فده دليل على احتمالات تغيير السعر اتجاهه. فمتوسطات المتحركة لها استخدمات عزيدة جدا واحنا هنا في استراتيجية التقارير الزكية بيتم استخدام المتوسطات المتحركة. طيب نيجي هنا بقى لمؤشر الارون وهو ده المؤشر اللي انا عايزة اقوى برولكو في الاستراتيجية. شايفين هنا هو ده مؤشر الارون. خطين احمر واغضر. شايفين هنا متوسطات المتحركة اللي انا قلت عليها. نسب بوناتشي او اللي هي المستويات اللي احنا بنقول عليها برضو متوسطات المتحركة. بالنسبة بالبقى لمؤشر الارون ومؤشر المكسي. نحفظ اشكالهم ده مؤشر الارون. مؤشر الارون ده باقي استخدمته تعالوا ونشوف مع بعض. مؤشر الارون ده مؤشر بيحدد في هل استر بيتحرق. في قناة ام لا. بيحدد نقاط انعكاس محتملة من الاتجاهات. وبيوضح قوة الاتجاه العام. بيتكون من خطين. خط الصعد والهابط اللي هو الاخضر والاحمر زي ما احنا شايفين. تباعد هما يشير الى قناة. احتمال تقاوب هما بيشير الى ان فيه احتمال الانعكاس. يعني مسلا. طولا ما فيه تباعد. خلونا نشوف هنا. نرجع تاني نشوف. طولا ما فيه تباعد ما بين الخضوط الاحمر والاخضر طولا ما هو دليل على ان السعر ماشي فيه قناة سعرية واضحة. دليل على ان الاتجاه واضح. بمجرد تقارب المؤشرين الخطين الاحمر مع الاخضر اللي هو الخط الاتصاع مع الهابط. ده دليل على احتمالات انعكاس السعر او احتمالات ان السعر يغير اتجاههم. او احتمالات ان يحصل اتجاه ضعيف وبالتالي مش هيكون كويس ان انا ادخل بيع وشبه لان الاتجاه الضعيف ممكن يكون فيه اه شموة كتير ماشية جنب بعض. خلونا اكد لكم على ده في المثال. شايفين هنا تقارب المؤشرات. شايفين هنا شموة كتير ماشية جنب بعض. فحتى لو دخلت بيع او شبه. الصفقة هتفضل متعلقة معايا فترات طويلة. فمؤشر الاحمر ده مؤشر حلو جدا بيتم استخدامه اكتر من استخدام. اه استخدامه على ان اه يعني التأكيد على انعكاسات محتملة من الاتجاهات. بيتم استخدامه على مدى قوة الاتجاه. بيتم استخدامه على التباعد هل فيه تباعد ما بين الخطين دليل على ان فيه قناة سعرية او احتمال تقاوب الخطين احتمال انعكاس او التداود باتجاه ضعيف. اخر حاجة مؤشر المجزي وده احنا شرحناه في محاضرة اه منفصلة تقدر تروح وتشوفوه ان مؤشر المجزي ده مؤشر على العزم والتزبزب. بيستخدم المتوسطات المتحركة الاستية لحسابه علشان يحدد التقارب والتباعد. مؤشرات المجزي مؤشر المجزي ممكن لي استخدامات عزيزة جدا. بيكون لي استخدام عشان يحدد قوة المشترين وباقيين. بيكون لي استخدام علشان برضو يتطبع حركة الساعة لانه اصلا معتمد على المتوسطات المتحركة. زي ما احنا شايفين هنا برضو فيه المسال بتاعنا. تقاطع الخطين متوسطات المتحركة ده دليل على احتمالات ان السعر يبدأ في اتجاه صعود. اه اه ا 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 اه استخدامه كزهور او زهور اه يعني الانفراج سواء السلبي او الايجابي بمعنى ان ممكن نشوف ان يحصل قاع في السعر اقل من القاع اللي قبله ولكن نشوف ان المجدي بيحصل فيه ان قاع اعلى من القاع اللي قبله ده دليل على ان المشترين بدأوا يسيطروا ان البائعين اه بدأوا يوصلوا لزهوتهم فبالتالي بيزهر برضو تشبه شربة وبيع ان احنا ناخد قرارات او ان احنا على الاقل نخرج برا السوق لو انا ماشي معدى تجاه العين انواع الاوامر الموجودة انا السعر هنا لما بنقول ان السمارت ريبورد السعر الحالي مثلا في السيناريو اللي عندنا هو السعر الحالي عند 1835 ولكن هو بيقولك ان السيناريو الاول يفضل البيع من مستوى ال 1842 يعني لما يجي اعتمد عليه في اه اه متوافق مع تحليلي ومتوافق مع اه استراتيجيتي هلاقي ان هو ممكن ادخل ابيع من ال 1842 طب هو دلوقتي استعر 1835 يعني معنى كده ان انا مش هدخل بالاوامر التنفيذ الفاوية لا ده انا هدخل بالاوامر المعلقة وهنا نيجي لانواع الاوامر في انواع الاوامر التنفيذ الفاوية اللي انا ادخل حالا ومجابة ان انا ادوس او باي انا اريد ان انا اشتري عن سعر اقل من سعر السوق استلمت ان انا ابيع عند سعر اقل من سعر السوق استلمت ان انا ببيع عند سعر اعلى من سعر السوق استلمت ان انا ببيع عند سعر اعلى من سعر السوق استلمت ان انا اشتري عند سعر اعلى من سعر السوق استلمت ان انا ابيع بسعر اقل من سعر السوق في عندنا بقى حاجتين مهمين جدا تيك برافت والاستبتر جاني الارباح واقف الخسرى ده من اهم ادوات اللي انا بستخدمها عشان اعمل بس كمانجمنت او ادارة راسميل او ادارة مخاطر هنفترض ان انا دخلت اه باعت مثلا الدهب في المثال بتاعنا والمتوقع ان هو استعر يطلع الفترة او ان هو ينزل الفترة اللي جاي بناء على المثال اللي موجود قدامي طيب انا قد قرار البيع من 1842 هل انا افضل استني السعر لحد ما يصل 1742 علشان خاطر اقفله لأ هيكون الموضوع صعب اه الواروعي الشغل الموجود مش موجود قدام الانترنت اه اه مش متاح حالي لا نفتح الموبايل فمش هافضل مستني السعر يتحرك من 1842 علشان لما يوصل عند 1842 اقف großen هنا انا بلجأ لأمر جاني الارباح او بحطه عند 1822 وانسين السعر يوصل لل 1822 بيقفل تلقائي حتى لو انا قافل الموبايل حتى لو انا قافل لابتوب حتى لو انا حتى قافل الانترنت اولا ما عاملوا كده في حساب التداول الخاص بيا انا هو بيتم تفعيله بشكل تلقائي على العكس تماما في امر وقف القصارى هنا في الحالة بتاعتنا امر وقف القصارى يكون 1852 ومجرد وصول ال 1852 انا بعمل امر عشان يمنع استمرارة اه خصارتي في التداول يمنع بدل ما يوصل ال 1860 وال1870 وانا بايا لا انا بيقول له ايه في الخصارتي عند ال 1850 وخليني اكتفي بربح ده لحد ما شوف التغير اللي ممكن يحصل فامر جاني الارباح وامر وقف القصارى هي اوامر يتم اغلاق استفقى فيها تلقائيا والاكتفاء بالارباح في حال الجاني الارباح والاكتفاء بالخصارى في حالة وقف الخصارى اخر حاجة عندي امر الوقف المتحرك اللي بيتم اللجوء ليه بمعنى ان كل ما الساعة بيتحرك مثلا عشر نقطة نحية الهدف بيتحرك بيتتبع وقف الخصارى فهو امر وقف الخصارى كل ما تحرك السوق في التجاه استفقى بيعمل جاني او بيعمل الاحتفاظ بالارباح ويحرك السوق يحرك واقف الخصارى مع الاهداف بتاعتي علشان خاطر حتى لو استرعكس يخرج مسلا ببلاس عشرين بدلا او يخرج ببلاس بيو بدلا ما ارجع تاني بعد ما يكون عامل ربح بلاس ثلاثين واربعين نقطة ارجع تاني اعمل ماينس وي اخسر من حساب التداول الخاص بي ايه هي الاستراتيجية المعتمدة اه على اه اه في ادارة المخاطر بالنسبة لي السمارت ريبورت او تقارير الذكيات بناء على التحليل الفني والادوات التحليلية بيتم تحزيل الاتجاه بمستويات مفضلة للدخول واقع الخروج طبعا بيفضل استخدام الاوامل المعلقة زي ما قلت على الميتا تريدر ان انا بعمل باي لامت او سل لامت او باي ستوب او سل ستوب على شرق خاطر اه اقدر ان انا ادخل عند المستويات المهمة اللي التقارير اي اللي عليها بيتم اللجوء اه السيناريو البازيل اول اول مستوى في السيناريو البازيل ممكن يتم لي يعني هنا انا بدأت ادخل هنا بالاوامل المعلقة هنا اعمل جاني الارباح اول مستوى في السيناريو البازير بيتم اعتمده على واقف الخسارع يعني ممكن هنا ابدأ ان انا ابيع الذهب عند 1842 احط الهدف بتاعي عند 1852 اوقف الخسارع عند 1852 ده لو انا شايف. واستراتيجياتي متوفقة مع استراتيجية المورت. طيب الفرق ما بين 1852 ل 1842 واللف 822 هي دي ادارة المخاطر بتاعتي اللي بيتم اعتماد النسبة الزهبية هي 1.61 تمانية. لحسام نسبة المخاطرة. تم اعتماد النسبة الزهبية على 1.61 تمانية من اجل حساب العائد. مقابل مخاطرة مقابلها واحد. يعني الهدف لوقف الخسارة واحد الواحد وستين وتمانية. بمعنى ان كل مقابل مقابل كل دولار اميكي سوف نخاطر باقل من واحد وفاصلة واحد ستين تمانية. مش هينفع نخاطر باكتر من كده. ماكسما من المخاطر بتاعتي واحد لواحد ستين فاصلة تمانية. كده احنا خلصنا ازاي بنستخدم التقارير الزكية والاسمارت ريبورت المقدم من مجموعة ايكوتي اللي بيتم ازداره بشكل يومي خلال الفترتين. الفترة الاوروبية والفترة الامريكية ايام التداول الاسبوعية من الاثنين للجمعة. اتمنى ان انا اكون ادرت اساعدكو ازاي تفهموا التقارير الزكية المقدمة من المجموعة وان انا اكون ادرت ادفلكو معلومة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة